دول مجلس التعاون دول مجلس التعاون الخليجي من الدول الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية للدول الشقيقة وصديقة وذلك بما يعكس روح التعاون والتضامن الإنساني بين الشعوب والدول فقد تمكنت دول مجلس التعاون عبر تدابيرها الإنسانية المتميزة ومن خلال مؤسساتها الخيرية من تلبية الكثير من احتياجات الناس في مناطق النزاعات أو الكوارث الطبيعية وغيرها من المشكلات الإنسانية تمكنت من تقديم يد العون لمساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين في مختلف بقاع العالم أياد الخليج البيضاء قدمت العديد من المساعدات كحزم المواد الأولية الطبية لحالات الإغاثة والطورة وتوفير جميع المستلزمات الغذائية ضمن مساعي الخير ومد يد العون للمحتاجين وتعد المساعدات الإنسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي دليلا على الروح الإنسانية التي تتمتع بها دول الخليج ودورها الإيجابي في دعم الدول المتضررة وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم تعد هذه الوقفات الإنسانية جزءا من مشاريع دول الخليج التنموية والتي تأتي ضمن خطط مستدامة خصوصا للمجتمعات التي تعاني من الحاجة والحرمان وتواجه تحديات تعوق عجلة تنميتها بما يسهم في تحسين جودة الحياة للعيش الإنساني الكريم وهذا من منطلق الشيام التي يتحلى بها هذا الشعب الذي عود العالم على إنسانيته الدائمة الراقية